دعا نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني السلطة المحلية في تعز إلى توفير الحماية اللازمة للفعاليات الثقافية ومنها عرض الأفلام التي تعكس الوضع الاجتماعي في المحافظة ودان العديني بشدة استهداف الإصلاح على خلفية تأجيل عرض الفيلم في تعز المدينة الوحيدة التي ما زالت توفر حرية العمل السياسي للجميع وهو ما لا يوجد في عاصمة البلد المؤقتة نفسها وقال نائب رئيس إعلامية الإصلاح في منشور له على صفحته في الفيسبوك قال قبل أيام سألني أحد قادة التحالف السياسي عن المكان الأنسب لتجشين أنشطة التحالف فقلت له لا يوجد غير الشارع الذي حررته تعز ففي هذا الشارع فقط تستطيع الأحزاب أن تسجل حضورها في زمن أغلقت في وجهها كل المدن باستثناء مأرب فهي من تشارك تعز هذا الانفتاح وأضاف العديني في كل المدن لا أحزاب ولا إعلام ولا منظمات ولا نشاط مدني ووحدها تعز من توفر مناخات حرة وسقف هو الأعلى مقارنة بالوضع العام في اليمن وعليها أن تحافظ على هذا الإنجاز